ليه مدرب حراس المرمى عسامة عبدالعظيم مكتوب انه حصل ازمة عسامة وطارك منصبه كمدرب الحراس يعني ماذا صدق المعلومة الاول هل فعلا كمدرب حراسه ماشي انا يعني احنا المشكلة ان احنا بنتعامل مع الاموه دايما على ان هي ازمات لا هي ممكن اختلاف وجهات النظر في بعض الموضوعات بتؤدي لان حد يكون مش ماتح وانا شخصيا ما اقتنعش ان حد يبقى موجود في مكانه هو مش ماتح فيه نعم فشيء طبيعي انه هو يقول والله انا الامور دي مش معي حاني بالطيئة الفلانية وممكن انه هو يتحرك وحد تاني يدخل بدله بمنتهى البساطة وده اللي حصل ناخد الامور ببساطة طب ايه اللي دايما سئلت في وقت من الاوقات هو الامور مادية ولا الامور فنية فقلت في الحقيقة هي لا مادية ولا فنية انما كان الموضوع هو اختلاف وجهات النظر ما بينهم يعني من بعض الحاجات اللي اتقالت ان ترتيب الاعدة مثلا على زي ما حد كنت بتسألني العدد كبير مين اللي حيقى عدد كبير من الممكن انا كمدير فني اقوله والله هي مش عايز مش هالي يبقى موجود اه هتبقى في المدامور عادي وده شيء يجب اننا اخده بساد الرحل بالزبط اه فده كان من بعض الحاجات اه وانا كان لومي على كابتن عصام ان لو في حاجة بالشكل ده فيجب ان تحل داخل الجهاز في اطار القصة مطلعش اتكلم فيها في الميديا قبل ما اقولها جوا النادي وده اللي حصل منه ده ما حصل وكان قراره ان هو اللي يمشي والله وبعد ما بالزبط بعد ما حصل هو قال انا يعني نتيجة الكلام ده انا مش هكمل لكن كان القرار بتاع النادي ومجلس الادارة ان لا يعني كفاية كده اه هو هو ليس كان اول موسم لكابتن عصام اول موسم اه لا خلاص ما كانش هينفع لانه في النهاية المدير الفني وانس ما هو انا متوقع خلاص الحوار لا انا مدرب الحراس ولازم اكون موجود مال الجندا مين اللي هيكلمه مين اللي هيوجهه التاني قاله دي مش شغلتها لا برضو مش خلاص خلصت الكهرباة العملية وبغزت في النهاية وحضرتك كنت مدير فني اه انا المدير الفني انا المسؤول انا اللي ممكن في وقت من الاوقات احس ان قد اكون ده فكري نعم ان انا هوجح ونصل ماما انا اه بالزبط بالزبط اه يعني خلاص لا وانه حرس المرمى يعني هيسمع ايه يعني جديد يعني